بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي برقية عزاء ومواسات في وفاة قائد لواء الدفاع الساحلية العميد الركن زكي عبدالله الحاج الذي وفاه الأجل إثر حادث مروري مؤسف وأشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومواقفه البطولية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية مشيرا إلى جهوده الكبيرة التي بذلها في إعادة تأسيس لواء الدفاع الساحلي والعمل على فعليته من أجل تأدية مهامه الوطنية بعد انقلاب الميليشيات الحوثية لافتا إلى أدواره البطولية المتميزة مع رفاق دربه الأبطال في الحفاظ على شرف المؤسسة العسكرية ووطنيتها وأكد الدكتور العليمي أن رحيل مثل هذه الشخصية الوطنية والنضالية العسكرية تشكل خسارة كبيرة على الوطن ومؤسساته الدفاعية والأمنية التي كان في أمس الحاجة لها معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبنائه وأهله وذويه ومحبيها ورفاق دربه والمؤسسة العسكرية بشكل كامل بهذا المصاب الأليم سائلنا الأهل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون